هل صحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يتسم بالخضوع في القول أو الترقيق؟ لعن هل هو صحيح أن صوت المرأة ليس عورة مطلقة؟ فإنما هو عورة إذا شار فيه فتنة كما في قوله تعالى ولا تحضر عن القول يسمع أنه في قلبه مرض يقول قولا معروفة فالقول المعروف لا يتبر عورة إنما العورة ما فيه رقة وخضوع أو كلام يتمع يتمع فاسق ومن في قلبه مرض هذا هو الذي يكون في ذكره ويكون أعوى وكان في الشارع عبدالله صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الرجال ويسأل عن أمور دينهن ويتعلم مع الرجال لكن لا يكون هلا تحضر عن القول ورقة في الكلام أو كلام فيه أتماع يتشقه إنما يكونوا كلاما بقدر الحاجة ويكونوا كلاما عادي فيه جزاكم الله وخيرا